قال رئيس تنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أن إيران ستنتج 250 ألف برميل إضافية يوميا من النفط بنهاية الصيف وذلك بحسب ما نقلت وكالة تسنيم ونقلت الوكالة عن العضو المنتدب للشركة قوله إنتاج إيران من النفط سيبلغ 3.5 مليون برميل يوميا في نهاية الصيف وتصدر إيران كمية محدودة من النفط منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 وان اتفاق نووي يعود لعام 2015 وعد فرض عقوبة تهدف لتقليص صدرات النفط الإيرانية